يا سنسل يا سلوما ايه يا عمر اواني اللي انت فيه ده ما عاجش حاجة حاجة ديه ولا ما اخص حاجة علينا حاجة علينا اه اه في زجارك وبتشايلها الاخر الليل دي يعني بس تغلاش عليك هسح تخباها على اخوك خدي ماشي ابولي منها يا ادمالك تفكر في ايه تفكر في الفلوس وايه ما بتفكرش فيك ما تفكرش فيها لي يا اخوة بص يا صاحبي حاكتين في الدنيا دي تجلي وراها ما تلاقيهمش النسوان والفلوس تجيهم بالجاز ما ايجوا لحد عندك سادة انت بقى السجار دي خالدك تقول كلام حلو اوي مال انت فكر ايه مال انت عايش عاملا ايه ايه زاي بنتك سعاد اطلعت ولا لس لا بش خليت اطلعت ايه خلي رجالة بلاني لا اينك؟ مالي يا عيني. هتبزي من مكانها يا صاحبي. مينفعش كده عحسني لو حد خيدي بلوقت تبقى مشكلة. تبتصدق بقى. النبوية دي جاية بس على تك. ممكن تجد أن تبقى انت في دماغك أو ايه؟ بس بعمين بس ذا بقول لك كده. طيب انت عارفت من ايه؟ عينيها بتقول. عينيها بتقوله؟ ماشي يا حليم. بس خلي بالك. الوات جوزة لو عارف هتبقى مشكلة. جوزة عن ايه؟ الله اخ ربيت شطانا ايه عم من اولى مش من اولى امسك اه احنا مش هنبطل يا بيت الوقفة قدام المرايا دي حتدخيل يا حلوة يا بطة روحي بقى يا حبابتي اعملنا حاجة عشان ناكلها يعني انت مستنية البطة ترجع من شغلها عشان تهدي حلها ما تحميه اللي انت عايزاه اه ليه يا بيت تكونش فاكراني يا بيت الخدامة اللي جبها لي كابوكي ولا ايه نايس اعمل لك الاكل واسويه واعد استنى لك يا برنسيسا سداوت امني من الله يا بولبول وراحبت امي ما هتباقيني انا جاية مبسوطة وعملها دماغي اقولك على حاجة البرنسيسا مش عايزة ديكو روحي اختيشوف انت عايزة تاكل ايه عمليه تبقى امي خسلي الموعين اللي متكونها من مبارح ديكم قد كده في الحود يا بولبول يا بولبول بلاش انا مش عايزة دايق عليك وتخلق انا مبسوطة سالة النبي يا سالة النبي عليك النهار ده طب وحيات اللي خلفك لا خليك تقولي حق برقبتي حوريكي يا شاخة اله يجيلك اللي يهدك ويكومك زي الكرة الشرب كل اللي يشوفك في الشارع يشوتك برجليني يخرب بيتك فوقتيني تسيني بس أنا تمام أنا مش هفو أنا كويسة بس كويسة وأنت هتعمل إيه هتعيش معهم ولا هتعمل إيه بالزبط هعمل إيه يعني وأنا ليه متوى غير القرف ده آه بس ده ممكن يموتك لا ولا يقدر تعرفين يا بنات أنا نفسي في إيه إيه نفسي أرجع عيش في البلد تاني آه العيشة هناك حلوة والناس طيبة قوي يعني هو مكانش يقدر ولا يستجرى يعمل فيه اللي بيعمله ده ده كانوا كلو وإيه اللي حايشة حايش نزفت اللي أنا على زمته الوسخة دي ومش عارف أخلع منه وقالي أنا ماكي بس الرمي يزيم الأول أبوي يا الله يصعب حقا بس هقول إيه ما هو النصيب لا رحمك يا الله أمي كان بتحبيني قوي تعرفي كان بتحميني كل يوم وتلبسني هدوم نظيفة صحي أنا ما كانش عندي هدوم كتير بس كانت الهدوم بتاعتي تحطها تحت المرتبة عشان تبقى مفروضة وكانت كل يوم تسرح لي شعري وتعمل تفيرة قد كده حكما أنه شعري حلوة قوي كنت خيلة كده وامشي هناك الستات قبل الرجالة يتفرجوا علي وأنا إيه ولا يملعني حد طب قولي لي بس بالصدق ما فيش حد في البلد كده خلى قلبك يعمل تكتك بوم كده ولا أي حاجة لا أمي كانت دايما تقولي لازم البيت تمشي راسها وارفوعة كده بس عينها تبقى في الأرض أمي كانت بتحبيني قوي طب برد ما قلتيش في حد قرب منك ولا لأ من وانا عندي 14 سنة كان يجيلي عرسان يامة أمي كان نفسها تجوزني بس أبويا بقى كان يعوض يبيع ويشتري فيا ولما كان يجيلو حد حشان يطلبني يقعد يتفق معاه زي ما يكون جاموسة ولا بقى ره يبيعها كان لما حد يجي يطلبني يقعد يتفوض معاه لغاية ما باختيجي بقى في جابر النيتن ده انتو عارفين أنا دلوقتي بقت حس بإيه؟ إيه؟ بقت حس إن أنا عامة زي البير النشفة كل يوم ينشى فاقتر وكل يوم يتردم ويتميلي تراب وزبال من أول يوم اتجوزت وانا حسة إن أنا مش ست أنا بكره نفسي معا قوي بحس إن أنا مش طايقة روحي ومبطئوش وأول ما يقرب مني بحس كده إن في سكاكين بتقطع في جدتي وعيبت انتو هي تتجوزوا اللي ما تبقى قابلين الرجل اللي هتتجوزوا يعني الحب ده طالح حاجة مهمة قوي بقى شعرفني بقى الحب حاجة مهمة ولا لا المهم يعني تبقى قابله ويبقى الراجل كده يفتح النفس نضيف كده ومنور وبيض يعني حاجة حلوة كده مش زي لالي السودة اللي أنا عايشة معها دي بس كابل ومش وحش كده يا تميم حرم عليك يا عالية هو أي ده اللي مش وحش ده سود ومعفت ده كفاية يا ريحتو ده شبه البصل لأن الصيبة اللي أنا فيها دي ما تفكرونيش بقى يعني بعد كل اللي إنتي قلتي ده نتجوز ولا ما نتجوز ولا نعمل ايه نتجوز يا هالة بس نقق يعني نقق الراجل كده اللي يبقى حلو كده ونضيف يفتح نفس الوحدة يعني وخلي الدنيا مزهزهة كده انتي بحسنين منتكلم عن الكيلو فاكهة مش جوازة كيلو فاكهة؟ ما هي الرجالة أصلاً عاملة زي الفاكهة يعني فيه كده برقوق فيه بطيخ فيه طفاح وفيه كيس جافة معفن زي اللي أنا وقع فيه والنبي قلت عشني حكوا بقى دلتريعه على يكفى اللي أنا فيه أخياني اللي إيده في الماء مش زي اللي إيده في النار سلم أنا كنت عايزة أتكلم معيكي وأنا مش عايزة أتكلم يا بيت ده ناختك وبخاف عليكي مفيش حد في الدنيا دي كلها هيحبك قدي يوه وإحنا مش هنخلص من الاستوانة دي بقى اسمعي مني الأول وبعد كده يا ستي بقرمي كلام البحر واسمعي ليه لما حرميه ما تسكتي أحسن وبلاش نعكر البحر اسمعي مني وآخر مرة هقولها لك اللي إنتي ماشي وراء ده ما منوش فايدة واللي إنتي مشيتي وراء كان منو فايدة؟ عاجبك الفقر اللي إنتي عايشة فيه؟ ولا البهدلة اللي كل يقوم والتاني في المدعوء اللي إحنا بنشتغل فيه؟ إيه؟ ما فكرتش كده تخرجي تتفسحي وتعادي في حتة كده زي بقيت الناس وبلما تخدمي تتخدمي؟ ما فكرتش تسافري تعادي كده على البحر وتشمي شوية هوا وتشتري اللي عينك تقع عليه؟ إيه خلاص؟ قدمانتي يا فقر يا جليلة؟ ومين مالوش نفسي يعيش مستريح يا سلم؟ بس ده ناصبنا ولازم نرضى بيه؟ ناصبنا ده إيه؟ وإحنا ندفل نفسنا بالحية ونقول ده ناصبنا؟ أنا عايزة عيش، عايزة شوف الدنيا، عايزة ألبس، أخرج، أكل، أشرب وبعدين أنا مش وحشة ولا عوجة عشان أرضى بالليه تيردي بيه؟ أنا عايشة جليلة، وبكرة حتشوفي